المجلس الأعلى للصحة سعادة الأستاذة فائقة من سعيد الصالح وقيادي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس وأكد المجلس الأعلى للصحة أن قرار مجلس الوزراء الموقر يعكس حرص القيادة الحكيمة على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة عبر توفير الفرص التدريبية والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي من الأطباء والممرضين والمهد المساندة في القطاعين العام والخاص وفي هذا السياق صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم علي النواخذة بأن المجلس بحث تقرير لجنة التدريب بخصوص تدريب الأطباء الجدد حيث قدمت لجنة برنامجا تدريبيا مفصلا لتسهيل انخراط الأطباء في سوق العمل وأقر المجلس من حيث المبدأ توصيات اللجنة وسيتم عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع التصور النهائي بشأن خطة التطبيق اشتركوا في القناة